مساء الخير والجمال عليكم مشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نور الحياة كل سنة وانتو بقى الف خير انبارح كان الفالنتاين واكيد كلنا نفسنا نبتدي نعمل حاجة جديدة لينا واللي حابق يبنى انا جايلكم النهاردة مفاجأة الجمال معروف انه غاية لا تدرك ولكن معانا هتقدرك النهاردة معانا ضيفة جميلة جدا ومميزة جدا الحقيقة خصصت في مجالها وتميزت فيه هنتكلم معاها النهاردة في كل اسئلتكم اللي جرتنا بقى على البيتج وكل الاسئلة بتدور في دمعكم وكمان منتظرين كل اسئلتكم وستفساراتكم النهاردة معانا على الهواء مباشرة معانا النهاردة في الستوديو بتشرفنا الجميلة في بي فوزي اخصائي التجميل واخصائي الميكرو بلدنج والرموش وكل ما يخص بقى جمال الخارجي للمرأة اهلا بيك ومنورونا اهلا بيك جدا اخبارك ايه؟ كل سنودي دايبة هابي بلانتاين هابي بلانتاين هابي عايزين نعرف منك حاجات كتيرة واسئلة كتيرة الحقيقة بتدور في ذهننا ولكن قبل ما نبتدي الاسئلة بتاعتنا هنطلع فيديو صغير جدا ونوري الناس وانت بتعملي بمايكرو بلدنج لبعض الاشخاص ونرجع لك على طول نطلع فاصل قسي ورجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجع لكم مرة تانية مع ضيفتي المتميزة في بي فوزي عايزين اعرف منك ابتديتي ازاي وبداياتك كانت ايه وإيه انت فكرت ان انت تتخصصي في المجال ده تحديدا اه هو بدايتي كانت لما روحت في مرة حد عمل لي فشفت كل التكنيك اللي هي كانت عاملها كله كان غلط لان انا كنت قبلها كنت متابعة فيديوهات برا فكنت شايفة الدنيا بتبقى ماشية ازاي برا فلما لقيت عملتلي كده لأ ما يعني انت شفتي فيه حد بيعمل بتناول الموضوع بطريقة الخطوة اه 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 اتكررتي تبتديل بلاين بقى جديد بطريقتك الخاصة اه اغير الفكرة عن اللي حصل ده طيب الكلام ده كان من قد ايه بقى من كم سنة كده ولا يعني سنة ونص تقريبا شي اهي طيب عايزين نعرف انت اكتر حاجة متخصصة فيها عن مايكرو بليدينج اه المايكرو بليدينج ليه اسسيات وليه شروط وفيه يعني مسموحات ومحظورات عايزين نعرف كل التفاصيل خاصة بيلا انه الحقيقة موضوع قصر كتير جدا فترة اخيرة وفترة طالع موضة جدا عايزين نعرف بقى يعني الطريقة الصحيحة ليه والاستخدامه ومين ماينفعش تحديدا يعمل مايكرو بليدينج الحوامل الحوامل واللي عندهم سكر ماينفعش يعملوا مايكرو بليدينج خالص الحوامل يعني ممكن تستنى الفترة بتاعت الحاملة والرضاعة بتاعت البيبي وتبتدي بقى تفكر فيه اللي عندهم سكر علشان بيبقوا عرض انهما يبقى فيه نزيف فماينفعش يشتغلوه بس فيه تكنية تانية يسمعوا مايكرو شادينج ممكن يبدأوا يعملوها يعني ده غير مسموح تماما للحوامل ولا للي عندهم سكر طب بالنسبة لناس اللي عندهم بعض الامراض زي الكنسر وما الازالت بقى يعني مرضى الكنسر ممكن يعملوا عندك حاجة ذاك هو اصلا مرضى هو المايكرو بليدينج اصلا طلع علشان مرضى الكنسر علشان يحسن من حالته من نفسية اكتر فالتعامل ليهم مخصوص وبعد كده دلوقتي بقى كل السيدات تجهت لي علشان تزبط شكلها اكيد يعني ده اللي بقعد انساني برضو يعني مرضى الكنسر ده بيبقى نفسيتهم يعني صعبة جدا حقيقة وبيبزعلانين عشان شعر المشهم وشعر حواجبهم بيقى فانت بتعمل لهم استعادة شكل حواجب التوعي شكل جميل جدا طيب عايزينوا عارف الشكل بقى الشكل بيحددوا مين لو داتي انا جاتلك مثلا قلتلك انا عايزة الشكل اللي هو تمانية ده او شكل اللي هو مش عارف خط عامل ازاي وده مش لايق على وشي هل انا رأيي اللي بيمشي في الاخر ولا انت ليك رأيي في الكلاينت اللي بيجي لك هو المفروض انا ليا مقاسات معينة دي اللي بعملها بناء على شكل كل واحدة ايوة بس فانا المفروض باخد المقاسات بتاعتها وبطلع لها الشكل المناسب لوشها بعدين ببتدي بقى اعرف هي حابة اني شكل بالزبط ونبتدي نوصل مع بعض الشكل اللي هيطلع تمام طيب عايزين نعرف ايه برضو البشرة او انواع البشرة اللي بيليق عليها الحاجة دي يعني البشرة الدهنية دايما معروفة ان هي بتنزل مياه كتير وممكن تبوز اي رسمة ممكن تعمليها هل البشرة الدهنية مناسب ليها تعملها بميكرو بلدك؟ هي هتعملها بس ما تنتظرش ان هو يقعد معها كتير عشان ايه بقى؟ هي البشرة الدهنية بتنطر اللون اللي احنا بنحطه فمش محبب لها فما بيعودش فهو برضو المايكرو شادنج هنرجع ان هو طلع حلو قوي للبشرة الدهنية يقعدهم لسنة المايكرو شادنج غير المايكرو بلدك؟ طب ايه الفرق بقى؟ عايزين نعرفوا ليه زن طبا؟ المايكرو بلدك بيبقى رسمه شعيرات اما المايكرو شادنج بيبقى زي بودر كده محتوط ما حدش بيحس ان انت عاملة حاجة لكنك حتى بودر بس طب ده بيقعد قد ايه؟ لا ممكن يقعدهم سنتين المايكرو شادنج ممكن يقعد البشرة الدهنية سنتين شيء هيل فيه صور يا جماعة لينا بتهارد الكلام دوت تمام هما بيجهزوا بالفعل الصور طيب عايزين اعرف منين المكان انا ريحاله انت تدقي دوقتي بداياتي نتيجة غلطة دايما دايما كل الناس النجحة بدأوا حياتهم بغلطة او بحتة فشلة بصوا عليها عند حد او عندهم هما شخصية انت دوقتي بتقولي انا كديت نجاحاتي في هذا المجال نتيجة ان انت شوفت حد بيعمل ده بطريقة غلط طب انا اعرف ازاي ان انا رايحة مكان صح لو انا مش عارفاكي مثلا او في المحافظة ما فيهاش انت في اسكندرية طبا طب لو دوقتي في محافظة تانية وعايز اعرف قبل ما ادخل المكان اللي انا رايحاله ده امتى اعرف نوع صح او نوع غلط يعني بناءا على ايه؟ ايه التكنيك اللي بشوف الانسان اللي قدامي المستخدمي وبناءا عليه اكرر ازاياتي طريقة صحيحة او طريقة خاطئة طب هو المفروض انا السوشيال ميديا يعني خلى الدنيا خلاص قريبة وكلنا بنعرف كل حاجة من خلاله فالمفروض انا بدخل بشوف الريفيوز عن المكان اللي انا رايحه والمفروض لو يبقى فيه فيديوهات برضو بتبين لي الطريقة اللي شغالنها طب احنا عندنا هنا حالة على الهواء ايه؟ امم دي حرام ما كانش عندها خلص دي كانت مريد ببسر ولا ايه؟ لا 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 هي ست كبيرة شوية طب انا نتيجة السن ما فيش شعر هنا فدي الصورة التانية لما جاب تعمل الاعادة بتاعتها حلو جدا فهنا بيبين ان هو بيطلع الشعر مش بيموته اطبع ده بي في الحال نفسية جدا يا فيبي او طبعا معانا حالة تانية برضو انت رفعتلها دلوقتي كان عندها شكله مش لطيف خالص كان مسافة قريبة قوي بين عينيها وبينها حاجات العلوي دي حقيقة فانت رفعت شوية هي كانت عايزة حاجة ما تبنش ان هي عاملة حاجة يعني حاجة ناترال جدا دي شكلها طبعا جميلة جدا وزودت المسافة كمان عرضت الجفت يعني او ما هو لما بيترسم الحاجب بيزبط شكل العين ايه الزرقة ده بقى؟ خورا عن ايه الازرقة لا ده قلم ماركر انا بستخدمه علشان ما يتمسحش معايا بس وانا شغلة يعني ده بمجرد لون احنا محددين بي بس الحدود للسوكلية للحاجب هنا ازاي ما انا شايفين في الصورة اللي من تحت مفيش شعر برضو تمام هي في صورة ده دوافر اه طيب نوقف بقى الصور على حد ما نيجي عند المسألة للدوافر دلوقتي طيب خلاص عايزين نعرف بقى المكان ثقة ولا لأ؟ نرجع لمرجوعنا دي المكان ثقة المفروض برضو انا يعني خلاص انا شفت الريفيو اتطمنت المكان ده يبقى فيه حد على الاقل راح برضو يقولي انه هو بيفتح الادوات انا كمان لو رحت لازم الادوات بتاعتي ابقى شايفاها بتتفتح اقصادي الاول مرة كنت ريست اسألك بنسبة للتعقيم الفوبيا بقى تعال ناس وانا واحدة منهم الحقيقة مسألة التعقيم دي مهمة جدا وبتدييني امباكت كده جوايا للمكان ده حلو او وحش حتى لو المكان ده الناس كلها تشكر فيه وانا حسيت ان مفيش تعقيم او الادوات مش وان يوز يعني بقى في المكان خلاص التعقيم مهم في المسألة دي صح ولا لأ؟ طبعا اه طبعا ده اول حاجة يعني لو انا مفيش تعقيم ومفيش نظافة اصلا لا مينفعش اخليها تشتغلي لادوات اللي بتبقى معي فعلا بتستعمل مرة واحدة بعد كده بتغيريها يعني لكل كل ادوات تتخصي او انا سيفتي بدل بعد ما بخلص بدل الكلينت حتى مش برميه عندي لأ خديه وانتي بعايزة تعملي فيهاجة اعمليها عشان لو عاملت ريفال ايوة علشان برضو تبقى سكن هي يعني انا مستخدمتوش قبل كده تمام اه صحيح فهي تاخدو بقى مع نفسها خلاص هي عارفة ان انا كده مش هستخدمه لحد تاني اي شي اهيل دي نقطة مهمة جدا على فكرة هتأخذ ليكي بالمسابة لان مسألة الامان عالية لان فعلا فيه ناس كتيرة بيتشككوا اوي ومسألة التعقيم ومسألة النظافة طيب هل فيه احتياطات معينة لازم نعملها قبل ما نبدأ بخطوة المايكرو بليدنج يعني ولا نقرر ونروح عطول معانا مكلمة الاوت طيب نقول الول معانا تليفون ونرجع لك ثاني سوى عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا واسهلا مع حضرتك محمد اعطيه يا فندم اهلا واسهلا بيك محمد ايه محمد اعطيه يا فندم اهلا بيك محمد اتفضل ايه يا فندم انا كنت عايزة اسأل الاستاذة عن عندي مشكلة في الشعر عن عندي 27 سنة بس شعر خفيف وبينزل بطريقة فضاء ساعة ما وغفره باي شامب اهلا ممكن تتابعنا اخر الحلوة اكيد استاذة فيبي هتقولنا وصفات معينة هتحافظ على صحة شعرك ان شاء الله شكرا جزيلا انت سالك اثم محمد شكرا اتفضل كامل كلامنا عن الاحتياطات الواجب اتباعها قبل ما ابدأ على خطوة او اقدم على خطوة المايكرو بليدنج ايه المفروض ان انا ما اخدش اسبرين خالص قبلها ب 24 ساعة للأقل عشان السيولة عشان السيولة صح بيساعد على السيولة اي حاجة فيها كافيين ما اشربهاش برضو قبلها ب 24 ساعة ممنوع القحول ممنوع السجاير الحاجات دي بتساعد ان هي البنج الموضوع اللي انا بحطه له ما تستفدش بيه تمام بس ده بس كده الاحتياطات طبعا ما تكونش حامل ما يكونش مريض سكر نظبوط اهي مريض السكر تشتغل بس مش تشتغل مايكرو بليدنج نعم مايكرو شادينج مريض السكر ممكن تشتغل مايكرو شادينج مش مايكرو بليدنج تمام طيب مايكرو شادينج نفس التكنيك هو ده عندنا برضو صور تانية ده مايكرو شادينج ولا مايكرو بليدنج لا ده مايكرو بليدنج مايكرو بليدنج وهنا احنا كنا شايلين النص الاخراني من الحاجب في الصورة اللي فوق تمام ده كده كله مش مش شعر طب لو حد جالك ما بوز حواك ببرة هل بتقبليه؟ هو المفروض أعرف المكان الأول اللي هو كان عامل فيه لسبب لأن لو المكان مش معروف أو أنا عارفة أن هم بيستخدموا ماتيريالز في الحبر بالذات السابقة اللي احنا بنستخدمها مش حلوة لا مش هقدر اشتغل عليها علشان دي بتساعد أن هي ما تخليش أنا اللوم بتاعي يزبط لا مش يزهر ما يزبطش هتيجي بعد ما اشتغلها تقول لي ما قاعدش فيها هيبقى لعب مش مني أنا من الماتيريالز اللي كانت قبل كده يعني أنت مستحيل تصلحي حاجة لحد قبل كده إلا إذا كانت الماتيريال بنفس الجودة اللي بيستعملها طيب مسألة الحبر والماتيريالز والكلام ده أنت بتعرفيهم إزاي؟ يعني بناءنا على صناعة الشئ ده يعني صناعة إيه بقى كويس الحبر الناسنا عايزين نعرف الناس ونوعيها لما تروحوا مكان وتلاقوا الحبر صناعة كذا بلاش هل الصناعة الصيني ولا الأمريكي؟ هو مثلا الكلينت مش هيبقى فاهم أنواع الحبر حتى لو أنا قلت له أنا اسم مركة عالمية مثلا هو مش هيبقى فاهمها بس أنا للمفروض لما بيجي بيستخدم حاجة بتبقى مش صيني أكيد طبعا بتبقى حاجة أمريكاني وأنا برضو قبل ما اشتريها ببقى شايفة الريبيوهات عليها إنه في حد جربها قبلي والحبر حلو طيب والحتياطات البعد اللي بقى خلاص بتعمل مايكرو بلدنج معنا سواء برضو بتوضح بعض الحالات دي ماكس ما بين مايكرو بلدنج ومايكرو شادنج أنا بلاحظة فاعل إن هو تقل وفيه فراغات كبيرة اتملت في الحاجب نفسه إحنا هنا عملنا ماكس عشان هي كانت بس مش باين في الحاجب ده كانت عاملة التو قبلها فكانت حبى الدريب تتكون ده مدمر صح بيبوز كل حاجة تمام طيب اللي احتياطات اللي واجب اتباعها بعد إجراء عاملة المايكرو بلدنج خلاص اتعمل المايكرو بلدنج وعايزين عرب أعمل إيه المفروض ما تجيبش مية خالص لمدة أسبوع طبعا مش هيعودوا ما يستحموش مافيش شواء لا أكيد لا بتحط فازلين أو أنا ببقى مديها أفتر كير وهي ماشية بتحط منه طبقة حلوة بعدين بتدخل بقى بتاخد الشوار بتاعها أو لو عايزة تغسل وشها الفازلين عشان عازل المية آه عازل المية مظبوط لكن مش عشان الاتهاب عشان التورم لا 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 بس الأفتر كير اللي بتاخده المفروض أنه هو بيهدي معها الدنيا بيبقى أحسن طبعا من الفازلين مية ممنوعة لمدة أسبوع ما يبقاش ما نزلش الجيم وعمل حركة جامدة العارق طبعا تعرض للشمس العارق كتير هيطلع اللون آه زيه زي المية فلا ما ينفعش وكمان ما تعرضش للشمس كتير تمام طيب المفروض إمتى أعيد عليه بعد قدقية يعني انت تعملي ريفل اللي أنا عارتها هو أسمع عنه وانت فيه ريفل آه الريفل ده بتعمل بعد كل قدقية من أربع لست أسابيع تمام يعني من شهر لشهر ومص هي مرة واحدة كل الحالات محتاج ريفل ولا ممكن حالة كده تطلع حزاحل عندنا هو نتكلم عن ريفل اللي جات تصورها هاي آه قبل الريفل وبعد الريفل هنا في الصورة اللي في النص بتبين إزاي برضو الحاجب لما جات على شنة من ريفل فيه شعر تطلع الدنيا تقلت معيها آه آه تخلى الشهر معنى كده أنه مش بيدور بالشعرية الأصلية لا 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 خالص بيحفز أصلا نمو الشعر عشان فيه حركة في المكان دوت أو ترشيك دوت بيجر الدورة الدموية فيها بيدي إشارات للمخ هنا فيه حاجة بيبتدي يطلب بقى ففيك تحفيز هنا في المنطقة فالشعر بيتقل مزبوط طيب إحنا قلنا لازم نعيد عليه كل الحالات لازم تعمل لازم لازم ما فيش ولا حالة لا اللي هيقول لا مش هتعمل إعادة لا يبقى غلطون لازم إعادة لأن أنا بمر في خلال الشهر ده بمر بتطورات أصلا لازم هعمل يعني أول أسبوع مثلا أنا أول ثلاث يام الدنيا بتتقل فآخر الأسبوع بيبتدي إشرة وإشرة واضحة فعلا بتبقى شكلها مقل شوية لبعض الناس فدي بتاخد شوية معاها نوع من الحبر الإشرة دي نتيجة التعويرات أو هو بيبقى جرحة بسيط برضا شالناس ما تبقاش الآن هو جرحة بسيط جدا وكان باين في الفيديو نهو لا مش حاجة يعني فبيعمل إشرة ده طبيعي تمام طيب عايزين نعرف هل هي بتأثر على شعر رئيسي ولا أده سؤال موجود إحنا تأكدنا أنه لا يا جماعة وبالعكس بالبال بيتأقل الشعر جامل مظبوط صحي كده يعني هو صحي مش دار لا تمام طيب منكلم بقى على الرموش دي مهمة جدا وكل السيدات ينمنوا ويبقى عندهم رموش زي فندريلا كده عايزين نعرف الرموش الدايمة أخبارها إيه في ناس تقول عليها كويسة في ناس تقول عليها لأ دي مضرة بتوقع الأصلية عايزين نعرف الحقيقة في بالضبط لا هي كويسة بس لو أنا تركبت صح لو روحت مكان وركبها لي صح مش هيبقى في منها أي ألأ خالص أي تكنيك بتحقي هو المفروض أنا بيبقى عندي رمش الرمش بتاعي لطبيعي أنا بجيب رمش وبلزق على الرمش ده فرمش على رمش في دلوقتي اللي هم بيبقوا عايزينها كسيفة قوي بتبقى فيه رموش طلع شعريتين تلاتة بتوصل لست شعريات في الشعرية الواحدة اه زي عيون سعاد حوث أيوة مضبوطة طيب ده ما يتقلش على الشعرية الأساسية يعني ما يدرش بالشعرية نفسها اللي موجودة عندي أنا مش أي حد ينفع ركب له الرمش الكسيفة دي بتادينا الصورة هو دي حالة قبل غير بعد خالص تماما يعني اه لا ما ينفعش مش لكل الحالات مش كل الحالات اه لازم أنا ببقى متأكدا رمش هتستحمل التقل اللي هيتحط عليها طيب سؤال بقى مهمة خطر بعد الوقتي في بالي مرضى الكنسر لما عندهمش رموش أصلا هل لازم يكون الرمش الارتيفيشيال أو الصنوعي يبقى فيه بيزيك يرتكز عليه يعني لازم يبقى عندها رموش أصلا ايو لازم لكن اللي عندهمش رموش خالص ده استحالة يامل لأ هاركبها فين أنا بركبها على الرموش الأصلية بتاعتها تماما خلاص مفهوم كده طيب عايزين نعرف هي بالدول الرموش الأصلية ولا قلنا لأ لو لو تركبت صح ما كان كويس وصمعته كويسة وبيستعمل ماتيريليز كويسة طيب الشكل اللي بقى ممكن واحدة تقول لك أنا عايزة رموشي دي عيني ما تبانش من تقول لها وفي ناس تقول لك أنا عايزة صف واحد مثلا هم بيختاروا كيف هم يعني الفلاين تقدر يختار أنا عايز إيه ولا أنت بتختاري الوضع اللي يناسب وشه برضه ما هي برضو لازم تيجي أنا أعمل لها اللي هي نفسها فيه بس مش هنفع أعمل لها حاجة هتضرها فبرضو بحاول إن أنا أوصل لنتيجة ما بيني وما بينها هي مش فاهمة إن لو هي طلبا دا هي مش فاهمة هيدورها ولا لأ شمونيس مثلا كشكل وكتول فلازم بنوصل لحل في النص طب لو أنا بعمل باستمرار يعني في ناس بتعمل رموش باستمرار دي قبل ولا بعد معنا حالة هي دي كانت طلبان هي ما يبانش إن هي مركبة خالص هي فعلا مش بينها أعتقد دي رمش فوق رمش رمش واحد دي كلاسيك طب لو في ناس بعمل باستمرار كل ما الرمش يقع بتقوم تايده تاني اللي احتياطات اللي لازم تعملها وإيه الصح؟ هل صح إنو كل ما الرموش اللي أنا مركبها تقع أو ما عملها ريفال أو بعيشها طول السنة برموش صناعية على عيني ولا دا مرهق ومدر لا مرهق طبعا يعني الرموش زي شعر الراس محتاج أن هو يتنفس يشم شوية نفسه فلا لازم بشيل كل مثلا ثلاث شهور بتيجي تشيل الرموش اللي هم ركباها وبقا يلالها على حاجات بتشتريها من الصيدلية بتحطها على رموشها بتعليجها فترة يعني ثلاث أسابيع مثلا على الأقل بعد أنت ترجع بقى تاني تركب دا لو هي فوريفر يعني بتركب على طول تمام يعني لازم فاصل زمني من كل مرة والتانية أتليس ثلاث أسابيع آه لازم تمام يعني الرموش العصية تتنفس فيها آه لأن البلو اللي أنا بلزق بيها بيخليها ما تتنفسش برضو فعلا فلازم أريحها على فترة أنت بتتكلمي بامير جدا مش كل الناس هتقول كده يعني فيه ناس ممكن تقولك آه دي جميلة دي هاي لا لا يا جماعة ركبوها على طول تتكلمي طريقة تروفيشنل جدا يعني بريوه عليك يعني لو أنا ما قلتش الكلام ده هتيجي فترة وهتقول دحكت علي ومش هتجيلي تاني هبقى أنا بضر شغل عندك حق فعلا طيب بالنسبة أنا عايزة أشيلها أنت بتقولي بعد ما بتجيلي ثلاث شهور بحب إيه أخلي رموش هتتنفس كده تتشالي ازاي ده ببقى لازق قوي تشالي ازاي لا هي ليها أدوات معينة مقدمة معينة بحطها هي اللي بتساعد أن الجلوي شوية البند بتاعي يفك فقدر أشيلها طب تمام أنت بقولنا أن احنا بنعيدها كل ثلاث شهور لا مش بنعيدها هي لو عايزة تريح رموشها بعد ثلاث شهور مثلا على الأقل لو هي مش عارفة مصلحتها هنقول لها إيه يعني هتقنعيها ازاي تيجي نعمل لك ريفل أو ريفاش منت لرموش هتقول لها يعني إلا هو ما وقعش هي لأ ما هي لازم تقع لازم احنا أصلا الطبيعي بتاعنا أن احنا دورة حياة الرموش بتاعتنا ليها وقت فأنا كل يوم بوقع من رموشين لتلاتة وساعات فيه أوقات معينة بيوصل لخمس رموش في اليوم فأنا لو كل يوم بوقع رموشين على الأقل أكيد الساعة اللي أنا مركباها تيجي على آخر الشهر خلاص ما كاش وقات فهي لازم تيجي تعمل ريفلا وهي حبة طيب ندخل بقى في مسألات الظوافر بقى والإكريليك والجل والحاجات ذي كلها عايزين نتكلم بقى عنها شوية ندي حقها برضو دوافر ليها تكنيك معين بتركبي بيها ولا كل الناس بتاعمل نفس النوع وإيه الفرق بين الإكريليك والجل والحاجات ذي كلها بصي هو أنا مش شغالة في ولا أكريليك ولا جل أنا شغالة في حاجة جديدة اسمها بولي جل بولي جل البولي جل دي مادة هي أقوى من الجل والأكريليك وفي نفس الوقت خفيفة على الظوافر ومش بتضر الظوافر في طريقة شلها حلو ده جديدة في أروافر اسمها عنها هي يعني بتادت تظهر اليومين دول اسمها مايكرو لا اسمها بولي جل بولي جل بقى هي بتيجي في قليها كذا درجة طبعا بيتبقى أحسن من الجل والأكريليك إن هي ليها ألوان كتيرة لا إلا عليها ده إكسسفار جليتر إكسسفار تمام إيه برضو الاحتياطات اللي نعملها يعني فيه ناس بيبقى عندها تانية عندها أمراض جلدية معينة فيه ناس بيبقى عندها التهف فطري أو أي شيء يعني بيخلي دوافرها الأصلية ما تتوالش بيبقى حوالينا الدوافر نفسه فيه لتهاب وحمار هل دوت أو الحالة دي تقدر تركب الكلام ده ولا نازم يبقى فيه إحنا برضو بنعملها علشان نزبط شكل إدينا فحتى الناس اللي عندهم مشاكل في دوافرهم إحنا بنبرد بشكل معين وبنعقم المنطقة ونبتجي بنركب عليها علشان نداري المنظر ده ومع الوقت لو تركبت بطريقة صح وتنظف تحتها قبل ما نركب الدوافر لا الدوافر بترجع في حالتها شيء هايل في منها ألوانة هنا المواخدة بالي شيء جميل قد هنا روزي تردي بيتعمل لها ريفل بقى برضو يعني إيه اللي بيحصل فيها أنا مش فهم الموضوع بصراحة يعني حابة عرفة باستفادة منك ده بيتعمل لها ريفل برضو ولا إيه بيتعمل لها ريفل برضو هي بتعتمد على نمو الدوافر كل واحدة وبتختلف نمو دوافرها بسرعة ولا بطيئة بس المفروب برضو من أسبوعين لتلاتة بيجي بعمل الريفل كل تلات أسبوع بتاع المريفل تمام طيب بالنسبة لأمراض الجلدية أتأكدنا خلاص ما بتأثرش تماما بالعكس ممكن تعالي من الحالة الصحية والنفسية للمريض وبالتالي يتغلب على ده طيب بالنسبة للحوامل والمرضة السكر والحاجات التانية دي بتتركب عادي عادي جدا يعني الجلول اللي بتلزقي بيها ما بيدرش على ستة الحالة مش بلزق ببلو البوليجيل مش بيتلزق ببلو جمان أما بيتلزقي بإيه لأ هو بيبقى له مادة كده بتتحطز بتبقى عاملة زي المانيكير الشفاف علشان بس تلزق المادة اللي أنا هحطها البوليجيل وما بينها وما بين الضفر بس نحن بقى إيه نتكلم في الشعر شوية بما إن الناس يعني بيتصلوا نحتاجين بس نعرف كده خطوات سريعة لاهتمام بالشعر يعني شايفيت شعر جميل عادينا نعرف بس يعني إيه خطوات اللي نعملها نقصش علينا كل قد إيه إيه الصح يعني نعمل إيه هو بالنسبة للسيدات طبعا لازم كل تلت شهور صنطي يعني بلاش الحاجات الكبيرة اللي احنا بنقصها نحن نروح لهم نقول لهم صنطي احنا بنطلب صنطي تلاقيه عشرة صنطي يقصوا يقصوا 10 صنطي عشان حرام احنا بنبقى رايحين متبهدلين فهو لازم يشيل جده كله لكن لو أنا كل ثلاث شهور فعلا مواصبة على الأصل لأ الشعر هيطلع حين تمام لكن ما فيش خطوات معينة مثلا تتقيق الشعر الزيوت الحالات نسمع عنها دي نعم ما هو لازم كل كل أسبوع على الأقل شوية ماسكات نهتم برضو بشعرنا أنا مش بحب الكريمات خالص تتحطها الشعر مش بحبها نهائي طب التصفيف نعمل إيه التصفيف 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 الناس بيصفل الشعراء بالزيت لحد النهاردة من أيام زي منه غلط طب إيه البديل وأصلا لما بيتعرض للشمس ده بيساعد إن الشعر يتحرق كمان كمان التصفيف اللي احنا بنشوفه ده ده نتيجة الزيت بيغلي على شعرنا اللي احنا حطينه عشان كده ممنوع نحط الزيت قبل البيبليس زيما يحذروك يقول لك اوه يكون يحط مادة دهنية لأنك كأنك بتقلي شعرك يعني متخيلين بتحرقي شعرك أو بتقلي زيت مع سخونة خلاص شعرك تدمر عليك مظبوط ما هو نفس الكلام برضو شمس مع زيت خلاص الدنيا بازت لأ هو الغسيل مية طبعا تبقى مش سخنة تبقى دافية نسا كنت بتقولي جوه ممنوع ممنوع المية السخنة على الشعر مظبوط ولو نقدر نستحمل المية السقعة أحلى وأحلى بتلمع الشعر بتدي للمعة جميلة بتقفل المسامن سمعتني بتقفل المسامن بتاع الشعر صح مظبوط والغسيل بقى كل يعني مرتين في الأسبوع مش أكتر يعني الكتير ده بيخلي زيوت الطبيعية لربنا خلينا بها خلاص وقات طب بالنسبة للتصفيف انت بتقولي ممنوع الكريمات بقى نعمل إيه؟ المفروض احنا بعد ما أخدنا الشعور غسلنا شعرنا بنسيبه شوية يبتدي ينشف وبلاش الفوطة الفوطة بتشد الشعر أي حاجة قطنا عندنا ننشف وبلاش بقى الحركة اللي احنا كلنا العصر ده بنبهدله معينا بنعذبه فعلا هو بيشتكي مننا لأ نسيب القماشة القطنية دي على شعرنا لما لقيها خلاص شرابة المية ابتدي بقى أصرح ومن تحت لفوق بلاش من فوق جامد كده من فوق دي بتوقع الشعرية من جدورها هو أصلا أنا الشعر بيبقى فيه كلاكية وفيه حاجات كده كتير فلو أنا بجيب وبنزل بيل تحت ما هتجي في حتة معينة وهتقف لأ فأنا لازم بخدها من تحت بسلك حتة حتة لغاية لما بوصل للجدور نرحم شعرنا شوية نحس بيه فبديل الزيوت بقى عايزين ما نستغل وجوده ونسألك بديل الزيت طالع الموضة وكل بقى يستعمله ويقولك ده بديل الزيت وبديل الكريم يعني حاجة أخاف من الكريم وفيها تغذية الزيت بسي هو أنا أصلا مش أخصائية في الشعر بس لو هتغذي خبرتي أنا لأ مش بحب أي حاجة تتحطها شعر اه اسأل منجرب احنا شايفين جميلة وهوية لا أنا مش بحط أي حاجة على شعري مش بحب أي حاجة صح إن بعد نعمل حمام كريم ولا لأ اه ممكن حمام كريم مرة في الأسبوع تمامي يعني بعد حمام كريم نشطفه وبعد كده نصرح شعرنا زي ما قلت بالطريقة الصحية من تحت الفوق كده مزهور وده بعد ما الشعر ينشف تماما تماما طب هل في أي حاجة تحب تنصحي الناس ديها البنات بقى احنا داخلين دلوقت يعني احنا خلق طالعين من بالانتايت بقى وكل عالية من يولوك مسألة الرموش دي نعتني برموشنا الحقيقية بقى ازاي لو فيه ناس معندهش الاتيتيود أو المجدرة المادية أو الموافقة النفسية ان هي تحط حاجة صنعية على عينيها مثلا نحاول نحافظ على رموشنا الأصلية ايه بقى تروح للدكتور بتاعها كل واحدة المفروض تروح للدكتور بتاعها يوصف لها أكتر حاجة مناسبة ان هي تحطها على رموشها في حاجات دلوقتي بتتبع هيلة جدا في الصيدليات بتجيب نتيجة حلوة فعلا بس احنا مشكلتنا كشعب ان احنا بنجيب الحاجة مرتين تلتة وخلاص باركنها دي حقيقة فلازم أووز دي حقيقة المسكرة الشفافة كده فعلا خط مع انها فيد باك سايق مع ان الناس كلها تشكر فيها يعني الاستمرار هيش مهمة اه طبعا طبعا ايه طيب احنا طبعا مبساطنا جدا موجودك معنا نواردك جدا جدا اكتر وان شاء الله على امل الوعد باللقاء بحرقة جيدة باذن الله شكرا لك جدا نوارتيني في بي فوزي خلصة التجميل الجميلة شكرا لك ونطلع ان شاء الله استنونا ان شاء الله جماعة نطلع اللايف بعد الحلقة معاها واي سؤال بقى كان نفسك وتسألوه على الهواء وما لاحقتونيش استنونا ان شاء الله الاعادة هننوه عنها برضو في اللايف بعد الحلقة شكرا لك بمرة تانية شكرا لك على الشاشة وان شاء الله هبعط لك ناس كتير من طرف ان شاء الله شكرا لك جدا شكرا لكم مشاهدينا بساطنا جدا واستمتعنا بجد فتنة النهاردة وان شاء الله استنوني على اللايف دلوقتي بتاع البيتج بتاعاتنا كتوبوا بس كده على الفيسبوك برنامج نور الحياة سابقا برنامج نور طبعا والاسم هو اللي بقى عمه وقشمل زي ما قولت قبل كده واستنوني دلوقتي نفع اللايف معظة فتنة المتميزة والنوع عن مواد الاعداء شكرا لكم جدا كانت معاكم نور العقاد استنوني الاسبوع اللي جاي الى اللقاء